السلام عليكم. معروف النباتات النارية بقوتها وان دميجها عالي جدا. وغير كده النباتات النارية تعتبر مفيدة في بعض المراحل وبعض العوالم. على سبيل المثال العالم التلجي. ولكن مش كل النباتات النارية قوية. هو صراحة اخلم ان النباتات النارية دميجها قوي بعض الشيء بس مش كلها. المهم في هذا الفيديو راح نقيم كل النباتات النارية ورح نقيم النباتات النارية من الاضعف للاقوى. فيابا جماعة قبل ما يبدأ كده صلوا على النبي اللهم صلوا سلام وباك على سيدنا ونبينا محمد. ما تنسوش تطوع لاخواتنا في غزة ربنا ننصرهم يا رب. ويلا بينا. رقم واحد. الهوت بوتيتو. يا بقى توقع ان اغلبكم ان انا رح حط النبتة ديها في اخر جماعة كازل النبتة اصلا متعملش حاجة غير انها بتسايح التلج الموجود على النبتة او الزومبي ايا كان. فالتقييم ليه هيكون اتنين من عشرة. ان هي اصلا بتسايح بلوك التلج واحدة بس. بس المميز فيها انه سعي الشموس بتاعها صفر. بس اشوف ان اتنين من عشر برضو بتقيم كويس على النبتة دي. رقم اتنين الفلفل. النبتة بكل اختصار بترمي فلفل. جب من الاخي كده. يعني تقريبا نفس فكرة الكورنبل بس احسن شوية. وكمان في حاجة نسيت اقولها عن انه النبتة بتدمج دمج في المنطقة. هو دمج ضعيف شوية مقاونة مع البطيخ. بس ماشي الغرب. بس تقيمي ليها اربعة من عشرة. النبتة فيها عيبين. اول الحاجة انه النبتة محتاجة متين شمسة علشان تحطها مرة تانية. ومتين شمس على النبتة دي هتحس انه مبالغ فيش قوي يعني. متين شمس ليه? كده انت محتاج ليك عشرين سنة علشان تحطها مرة تانية. حرفية الجيم يه خلص وانت يا دوبك محطتش ريكام حبة منها بس. رقم تلاتة. التنين. التنين بكل اختصار بيمفخ نار. اه ايه الجديد يعني يا ايوه هو بيمفخ نار. معروف ان اصل التنين بيمفخ نار. اه اوكي ما علينا ما علينا ما الشوال. لكن اقابوا انه دمجوا قليل شوية بس المميز فيه انه سعره مقبول نوع عامة على اللي بيعملوا. انه بيدمج ست بلوكات قدامه وسعره مية وخمسين شمس. هو اه غالي سنة يعني بس لازل مقبول نوعا ما. غير كده مش محتاج وقته علشان تحطه مرة تانية. ولكن مع كل المميزات ديت فالتقييم ليه هيكون خمسة من عشرة. ليه? بكل اختصار دمجه ضعيف جدا. صعب انك تعتمد عليه كنبتة اساسية. ولكن تقدر تعاوض الدمج الضعيد بتاعه بالكمية. يعني ازاي يعني? بكل اختصار انك تزاود كمتي التنين وخلاص يعني. انسى الموضوع. رقم اربعة. نبتة اليقطينة. النبتة ديت نظامها شبه نظام اغلب النباتات اللي تضرب من قريب بتنفخ نار على الارض لما يكون الزومبي قريب منها. بس مميز في النار ديت انه دمجها عالي شوية. لا عالي اوي صاحة. بس مع ذلك تقييمي ليها هيكون خمسة ونص من عشرة. لانه الصراحة سعر الشموز بتاعها مبالغ فيه حبة برضو. وغير كده لما تحطها لازم تستنى عشرين سانية عشان تقدر تحطها مرة تانية. فااا يبقى عشان كده تستحق خمسة ونص من عشرة. رقم خمسة. اتمنى اكون قولت اسمها صاحة. فكرة النبتة ان هي بترمي زي النيازك كده عالزومبي. وبيكون دمجها مش بطال يعني نص نص. ولكن مع ذلك فتقييمي ليها خمسة ونص من عشرة. ليه? لانه اول حاجة بتقعد سانة عشان ترمي نيازك مرة تانية. حرفيا بتطول جدا. ويريد انه دمج بتاعها هيستهل الانتظار ده كله. انا قلت من شوية ان دمجها متواضع يعني مش بطال. فانا مش عارف الانتظار ده كله علشان ايه? رقم ستة. النابتة الشطة. اتوقع ان اغلاقكم عارف النبتة دي كويس ولو مش عارف النبتة دي هتوعاش في كهف فخلينا اشرح لك عالسرع كده. النبتة بالمختصر المفيد تقتل خط كامل من الزومبيز باستخدام يعني لما تحطها بتقتلهم على طول كده. فبيكون تقييمي ليها ستة ونص من عشرة. يلا تستاهل. رقم سبعة الهوت بوتيتو. النبتة دي بكل اختصار الزومبيز القريبين منها بيتجيبهم عندها. ولما الزومبي ياكلوا النبتة دي بتحرق خط كامل من الزومبي. فاديها سبعة من عشرة. رقم تمانية البيشوتر الناري. البيشوتر الناري يعتبر مزيج من البيشوتر العادي والدورتش وده مش الصراحة حلو جدا. حتى سعره ممتاز جدا ويقعد خمس ثواني بس عشان تقدر تحطه مرة تانية. يبتقي ليه سبعة ومص من عشرة. رقم تسعة. نفس فكرة اليقطينة بس احسن شوية. مميز في ان سعرها قليل وفي نفس الوقت تقدر تحطها كل عشرة ثواني على عكس اليقطينة كل عشرين تانية. وغير كده. وغير كده كمان كلكم عارفين ايه اللي مميز كل النباتات الفاين. تقدر تحط النبتتين على نفس البلوكة. فيبتقي ليها ستمانية من عشرة. رقم عشرة. نبتة اللافا جافا. او الفولة. النبتة بالمختصر المفيد لما الزومبي يقرب من النبتة دي بترمي حمم بوريكانية ويكون الدمج في المنطقة المحيطة بتاع المنطقة المحيطة ليها. ولما تنفجر بتسيب اثر الحمم ديت في المكان اللي كانت موجودة فيه النبتة. ولما الزومبي يمشي على البتاع ده بيتدمج. فتقييمي للنبتة تمانية من عشرة. رقم حداشر. شبح الفلفل. بس استنى كده. دي اصلا مش نبتة نارية. اللعبة هي مصنفها نبتة نارية على فكرة. اه ماليش دعوة. اللعبة هي لمصنفها نبتة نارية. او والله باتكلم بجد اللعبة مصنفها نبتة في الشبح الفلفل ده نبتة نارية. المهم انه فكرة النبتة ديت انه لما الزومبي قرب منها فبتبدأ تدمج المنطقة المحيطة بها هي. فياب تقييمي ليها يكون تمانية ونص من عشرة. رقم اتناشر واقوى نبتة نارية في لعبة النبتة ضد الزومبي هي نبتة الانفيرنو. وات النبتة دي. النبتة ديت يا عزيزي المشاهد بكل اختصار بترمي زي الاعصار كده. بيكون اعصار ناري حاجة زي كده. وبتاخد الزومبي القريبين من الاعصار. اللي قدام الاعصار بتاخدهم وبترجحهم الورقة وبتدمجهم دمج عالي قوي. وفي نفس الوقت بترجحهم الورقة. صحيح انه دمج بتاعها على الورق ضعيف بس صدقني لو جربت النبتة ديت هتنصدم من قوتها. كل ده وهي لسه ليفل واحد. ما بقى لك بقى لو انت مسلا طورتها ليفل خمسة وليفل عشرة. صدقني النبتة هتكون اسطورية فتقيمي ليها عشرة من عشرة. نبتة ممتازة من الاخر. ويابا يا جماعة شكرا لكم على المشاهدة اذا عشرتكم الفيديو لا تنسوش اللايك والاشتراك. اه صحيح شايفين الفيديو ده? اه اه الفيديو ده ايو ايو. الفيديو ده بتاع جزء التاني. اتكلم انت في الفيديو ده هل اللعبة دي تستحق انك تشتريها ولا لأ يعني. فلو ما شفت الشوحشوف يعني هيعرفك حاجات كتيرة حتى لو مناوش حتى لو معكش فلوس انك تشتريها او مش ناوش تشتريها فشوف الفيديو برضه عشان تعرف الحاجات الاساسية عن الجزء ده وكده يعني. ويبقى صحيح. يلا سلام.